مشاهدين الكرام كاملين معكم آخر فقرة ختمها مسك مع الدكتور زيد المومني دي ماستر دراسات عليا هو متخصص سلب يحكينا عن تخصص دراسته الخدعة السينمائية بناء الخلفيات نعرف أكثر عن مسيرة حياته الناجحة ونرحب فيه صباح نور ميلا صباح الخير صباح نورة خير أهلا وسهلا فيك أهلا أهلا هلأ بالبداية أنت دراستك ومجال دراستك الخدعة السينمائية بناء الخلفيات وحبي نعرف رحلتك بأميركا أنت كنت بأميركا اتخبرنا بشكل عام كيف كانت مشوار دراستك ورحلتك والله مشوار دراستي بدأ من عند والدي أنا والدي منتج تلفزيوني حببني في هذا المتجال أكثر طلعني أكمل دراستي بره بعد لغرافيك ديزاين أنا أخذت لغرافيك ديزاين لبكالوريوس رحنا على أميركا على سان فرانسيسكو في الأكاديمي وفارت يونيفيرسيتي بديت أشتغل هذا الشغل عجبني موضوع كيف أنه أي لقطة سينمائية بيدخل فيها عدة برامج عشان أنت تطلعي لقطة كاملة من انفجارات من وحوش من طيارات هذا المجال مش موجود في المداليوس صحي اللي هي الخدع القوية هاي الخدع القوية في الأفلام صحي دخلت في الأكاديمي امتزت عندهم أخذوني بعض الشركات أشتغل معاهم فريلانس بعدين صارت الأكاديمي تشغلني تحت مسمى الأكاديمي بنساعد في بعض الأفلام الكبيرة ساعدنا في أفلام كابتن أمريكا زي آيرون مان 2 وسبايدر مان 3 فاشتغلنا فيهم هذول الشغلات رجحت على عمان الكل سألني ليش رجعت هذا سؤال إليك هلأ انت رجعت وكان إلى النصيب أنك ترجع لأردن لكن ليش تركت هذا المجال الكبير ممكن مجاله أوسع في أمريكا لكن انت رجعت لأردن فما هو هدفك أنك رجعت لأردن جامعة عمال أهلية جامعة عمال أهلية كانت على أنها تفتح قسم سينما أو قسم ملتي ميديا فدرست عندهم الصيفي ولم فتحوا القسم التربية والتعليمات والتعليم العليمات أعطاهم اعتراف فكانت من أوائل الجامعات اللي فاتحة هون ملتي ميديا ومدخلين فيها شوية برمجيات من اللي احنا أخذناهم في أمريكا اللي هي جامعة الإسراء ورحت هناك وأنا كنت متعاون معهم جداً لدرجة أنه عملنا خطة جديدة من مواد جديدة ازدياد عداد الطلاب على هذا التخصص صار يزيد لما صاروا يشوفوا فيه شغل أنه غير عن أي جامعة ثانية صح بعدين قررت أفتح أكاديمية أنا فتحت أول أكاديمية في الشرق الأوسط للخداع السينمائي يعني اختصاصها للخداع السينمائي هون هاي أول مرة في الأردن هاي أول مرة في الأردن اسمها Red Team Production موجودة كمان هو نجمكم على دور الداخلية آه أريب من أجارنا معنا أجاركم فتحت شركة إنتاج وأكاديمية إنتاج فني إنتاج تلفزيوني بس بالخداع السينمائي والكوميرشلز وهي الشغلات وخداع وأكاديمية للخداع السينمائي اللي صار أنه أول أنا في الأول بالبداية لما فتحتها صرت أحس أنه ما في حد راح يجي يعني ما في حد راح يأخذ هذا المجال الخداع السينمائي طب ليك هات عندك هاي النزلة لأنه ما في حد بيعرف يعني يتيج بتحكي لهم اسمه فيجوال افكت 3D أعنيميشن عن فيجوال افكت بيحكولك هذا مجال آآ أوك طب أي عمي اللي غرافيك مطبوعة الفيجوال افكت متحرك صح وانت بتبني على أكثر من بأيديين كثير عبار بتعرف لك 60-70 برنامج عشان تطلع لقطة صح فهموا بيحكولك لأ انت لازم تعبلي نعم انت لازم بتكون بتعرف بس البرامج الأساسية في اللي غرافيك ديزاين مثل الجنوب هيا الشغلات نعم يا سيدنا العزيزة هسا أنا فاتحة الأكاديمية تفاجأت بإعداد الطلاب دخلوا عندي زيادة أول صف تحته 12 طالب والـ 12 طلع منهم كثير ناس ممتازين إشي توظف، إشي صار يشتغل معاني مدد التدريب قديش تقريباً؟ حسب الدورات أنا عامل ثلاث دورات الدورة الأولى شهرين، الثانية ثلاث أشهر، والثالثة شهر بس بتكون يمكن زي ما بقوله ساعات مضغوطة كثيرة يعني آه ثلاث ساعات الدور مكثف، مكثف، مكثف ثلاث أيام في الأسبوع كل يوم ثلاث ساعات وما بيطلع من عندنا الطالب إلا عامل ديموريل إلو، ترويكتس إلو، عشان يقدر يقدمها للشركات طيب هلأ بنا نعرف أكيد واجهتك صعوبات تحديات في هذا المجال فإيش أكتر إشي دكتور زيد واجهه؟ والله اللي واجهني في الأردن، الأردن كثير متعاونة في موضوع الإنتاج بالذات الهيئة الملكية لأفلام أنا في بيني وبينها اتصال بتعرف شو يعني فيجو الأفكت أكيد حتى هم صاروا لما أي حد بدوا فيجو الأفكت يرنوا علي أنا إنه زيد تعال ساعدنا أو روحوا على زيد المومني هو اللي بيعرف هاي الشغلات نعم يا سيدنا العزيزة اللي صار إنه من مشاكلي أنا بس مواضيع التربية والتعليم التربية والتعليم لما روحت أنا أو تعليم العالم وروحت أصدق شهداتي شو صدقوا لي إياها؟ ولا السلافة تصير العملية الترجمة للعرب يعني هذا غلط كبير أنا على التلفزيون وعالهوا بدي أحكي عن غلط في التربية والتعليم إنه أخذوا الاسم حرفي بتحسي إنه منزلوا على جوجل ترانزليت وترجموا لي إياه حرفي لما تيش تحكي أنت ثري دي أنيميشن أنت فيجو الأفكت يعني شو حركة ثلاثية الأبعاد ما ما في إشي اسمه حركة ثلاثية الأبعاد هو تخصص اسمه الأشكال ثلاثية الأبعاد وخداء ورسوم متحركة في الحاسوب يعني مختلف تماما على المجال مؤثرات مرئية ما وصير ما وصير ما وصير كيف عالجت الموضوع دكتور؟ عالجت أنه الكل متفاهمه الكل متفاهمه تكشف بعدين تحكي لك أنه هذا التخصص شو بيشتغل فيه هناك وشو ممكن يعمل فيه هون فتطلع لجنة من التربية والتعليم هذا الأشي المنيح حلو طيب هلأ دكتور زيد ويم تشتغل حاليا هي بس الأكاديمية وجامعة الإسراء وجامعة الإسراء تحكي عن نفس التخصص لدرستو نفس التخصص صحيح وإقبال الطلب كيف؟ حلو رائع جدا الطلب تتزايد كل فصل حلو طالب لطالب أخبر نحن نضع على الشاشات ديموريل شغل طلابنا وشغلي أنا ممكن أن تدخل وكيف بدك تصير حلو الطالب يعرف حاله كيف بدي أدخل بعرفش شيء بدي أطلع بعرف كل شيء فلاقيت أنت هذا المجال ممكن أن يمشي بالأردن ويصير لقدام في تطور عليه هذا المجال راح يزداد بالأردن 100% بسبب الجامعات صح بالفكرة دكتور زيد المومري طبعا أنا الأول الحمد لله حسري لا بس الموضوع أنه الجامعات بدأت تنتبه لهذا الموضوع وصارت الطالب تفتح ملتي ميديا تفتح 3D أنيميشن يعني جامعة سمية أنا في بني وبينهم اتصال وأنه جامعة سمية عندها كمبيوتر غرافيك وهي الجامعة الوحيدة اللي بتطلع بالماية هسا دخلة الألمانية صارت تعمل نفس الموضوع جامعة الزرقاء الأهلية بتطالب أنها تفتح كمان قسم زي هيك يعني هذا اللي بيوصلني وبيسمعه بيدل عشاء بيدل عشاء بيدل عشاء صحيح بيدل على أنه هذا تخصص جديد صح في العالم والمدال إيست والناس كلها بتتجهلوا وبعدين أعداد القنوات التلفزيونية هائل جدا صح يعني إذا كنت بتحكي عن في الأردن في قداش كم قناة تلفزيونية في أبوظبي قداش فيه في دبي قداش فيه في العراق قداش فيه فالناس بدها بدها موظفين طيب أنت شو رأيك كنظرتك كدكتور زيد المومني مستقبل السينما في الأردن فيه؟ ناجح جدا رح يكون فيه؟ رح يكون فيه سينما ناجح جدا ناجح جدا فمعاتو أنت جدت الوقت المناسب صحيح بس إن شاء الله يكون السينما فيها فيجو الأفكت لا إن شاء الله بيكون لأنه فيه سينما وفيه أفلام وبيطلعوا على مهرجانات بس ما فيه فيجو الأفكت بيحكو لك إنه خلق أكبر لخطة فيجو الأفكت بعملوها إنه جرين سكرين على الشاشة على الكروم على الكروم آه ويبني خلفية وراها ما بصير هيك لازم الواحد يدخل بده إشي بروفشنال آه دخل إشي بروفشنال دخل أشياء خارقة للطبيعة بس تنفذها بطريقة تقنع المشاهد إنه هذا إشي حقيقي مكلفة صح؟ هي إذا بدك تحسي بيها من ناحية إنه أعملها كـ يعني بدل ما أطير شغلي وأربطها أنا في حبال وكذا بتكلفك هالقد لا بأعملها على الكمبيوتر وتبين حقيقية بتكلفني أقل يعني حتى الانفجار ببعض الأفلام يجب أنهم يعملوا انفجارات بعملوها قنابل حقيقية قنابل حقيقية مكلفة جدا آه صح فلا بعملوها كمبيوتر تكون أخلف تكلفة عليها طيب إحنا عرفنا أنك شاركتب عدد مهرجانات وحصلت على عدد ألقاب فحدثنا عن هذا الجانب هذا الجانب كان السنة الماضية 2011 قبل ما أجي أنا على الأردن شاركت في مهرجان سان فرانسيسكو سفرينك شو اللي هو أكبر مهرجان في سان فرانسيسكو بصير للثري دي من كل التخصصات موديلنج، تكشورنج، لايتنج، غريقينج هذا الأشياء اللي إحنا نشتغلها إحنا دخلت أنا في بارت اسمه ماتبينتنج أنا هذا البارت اللي بحب فيجوال إفكت وكان تحدي كبير بيني وبين كتير ناس من الهند كتير ناس من الصين أخذت أنا الجائزة أخذت لقب The Best Matte Painting وبعدها شاركت بمهرجان لشركة إيون صوفتوير اللي هي عامل برنامج اسمه View أو بحكوله Vo هذا البرنامج أنا أخذت فيه لقب The Best View User in the World 2011 نعم وبعدها جاءت العمان في شهر خمسة جاءت العمان حسنت فيه فرق شاسع ما بين أمريكا والأردن؟ طبعاً هو في الشغل من ناحية الشغل من ناحية الشغل أو من ناحية الشغل أو هذه الشغلات الصعبة الخدعة على السينما صحيح صحيح يعني حتى أنا بجوز أول شت سينمائي بالأردن أعملته كامل مكمل من برامج كان بشهر 12 فيعني من شهر خمسة لشهر 12 وعملته لإلي يعني ما عملتهش لحد عملته إنه دكت كنت كتجربة الشغل أعملت كاميرا وصورت وعملت وبعد ما بديت بشهر 3 أول دورة عندي لما فتحت شركتي والأكاديمية بدأت الطلاب تيجي بدينا نشتغل كنا مع بعض فبديت أحس إنه رجعت للمسيغ للشغل الإنتعيك حماسك طيب بلأ من ناحية لقائنا دكتور زيد حبينا رشوت ومحاتك المستقبلية الرسالة الحابة توصلها أحلامك أحلامي إنه أنا أضل في هذا المجال أضع الأردن على خارط الإنتاج السينمائي في نظام الفجوة الإفكت الكل ينتبه لهذا التخصص لأن هذا التخصص ليس موجود في العالم العربي وخلينا نكون إحنا المبادرين نكون الأوائل في وضعه في داخل الأردن وننشره للميداليست حلو إن شاء الله يا ربط ومحاكت حقها إن شاء الله وأمورك بثير تمام التمام في الأردن إن شاء الله وتنجح بالخدعة السينمائية الحقيقة نفتقد لإلها إحنا لازم نطلع طيب ماشي زيد أنت كنت خطابة معك معك وإن شاء الله منشوفك ونواكب أعمالك إن شاء الله أنوه للسادة المشاهدين سنتوقف في شهر رمضان كل عام وإن تبقى الفخير والعودة سيكون ما بعد رمضان إن شاء الله مع صباح نور مينا ونلقاكم إن شاء الله بعد شهر رمضان والأعياد وأتمنى لكم شهر رمضان كريم وفضيل وإلى اللقاء